اشتركوا في القناة والخير والقبول ورح يظل القمر موجود في هاي المنزل لغاية الساعة ثلاثة وسبعة واربعين دقيقة من صباح اليوم الثلاثاء لا ينتقل القمر بعدها لمنزلة الذراع وهي منزلة جيدة وصالحة لكل شيء القمر ما زال موجود في برج الجوزاء عشان هيك بظل النشاط مسيطر علينا بالنشاط في حركتنا بالتصالاتنا منشعر بعنصر الحركة بيلعب دور ملحوظ في حياتنا اليومية وبيتقلب الناس من حولنا في أفكارهم وتصرفاتهم أكثر من المعتاد وبيصعب تصديق كل وعد أو كلمة قال علينا إنجاز اتصالاتنا الهمة من رسائل ومكالمات وغيرها بوسعنا الانضمام في هاي الفترة لدورة دراسية أو تعلم لغة جديدة أو الانضمام لعضوية نادي بالنسبة للزوايا البطيئة اللي ما زالت مأثرة طبعا في عنا أول زاوي هي زاوية اقتران إيجابية بين المريخ وبين المشتري وتأثيرها هاي لغاية يوم اثنين ستة بتخلق جو من التسامح وبرضو ممكن نتسامح مع الأشخاص اللي أخطأوا وبيخطئوا بحقنا ومنمد يد العن إلهم وبرضو بتدفعنا للتراجع عن أخطاء ارتكبناها أما بالنسبة للزاوية التي تليها وهي زاوية التسديس إيجابية بين عطارد وبين نبتون وتأثيراتها لغاية يوم تسعة ستة هاي الزاوية بتخلينا قادرين على قراءة مشاعر الآخرين من حولنا دون أن يعبروا عنها بصراحة أما بالنسبة للزاوية التي تليها وهي زاوية تربيع سلبية بين عطارد وبين زحل وهي زاوية منفصلة مستمرة لغاية يوم تسعة ستة هي اللي بتسبب نوع من أنواع التعب والقلق والحذر والميلة الكآبة وبتحد من خيالنا وبتجعلنا شاردين الذهن ومتقلبين وبتعرضنا للإرهاق اللي ممكن أنه يضر بصحتنا أما بالنسبة للزاوية الأخيرة البطيئة وهي زاوية تثليث إيجابية بين عطارد وبين بلوتو وهي تأثيراتها لليوم آخر يوم لتأثيرها يعني تأثير ضعيف هي اللي بتحد من ذهننا وحدثنا وقدرتنا على النقد برضو بتزيد من الأمور اللي بتمنحنا حب للعدالة والاهتمام بالأمور الغامضة وبتساعدنا في تنظيم أعمالنا وإنجاح مشاريعنا واتخاذ قرارات لازمة أما بالنسبة للزاوية السريعة فاليوم عندنا زاويتين والزاويتين هدولا بيتشكلوا في ساعات المساء مساء يوم الثلاثاء أول زاوية هي زاوية تثليث إيجابية بين القمر وبين زحل وتأثيرها الساعة أو ذروتها الساعة ثمانية وتسع دقائق مساء وهاي طبعا الساعة اللي بنذكرها بتوقيت جرينج طبعا تأثيرات هاي الزاوية بتبدأ من ساعات الظهور تقريبا هاي زاوية بتساعدنا على تنظيم شؤولنا بشكل فاعل وبتخلق لدينا حسب الشعور بالمسؤولية أما بالنسبة للزاوية التي تليها وهي زاوية تربيع سلبية بين القمر وبين نبتون وبرضو في نفس الساعة هي رح تتشكل ذروتها الساعة ثمانية وتسع دقائق مساء بتوقيت جرينج طبعا برضو تأثيراتها من ساعات الظهور تقريبا لغاية ساعات ما بعد منتصف الليل بتجعل بعض الأشخاص يجنحوا إلى العيش في عالم وهمي من نسج خيالهم بعيد عن الواقع وبتجعلنا غير عمليين في تصرفاتنا وبنعتمد في مشاعرنا على مشاعر الآخرين بعد هاي الزاوية مباشرة بيبدأ عنا خلو المسار يعني خلو المسار رح يبدأ الساعة أيوء يعني رح يبدأ الساعة ثمانية وتسع دقائق مساء بتوقيت جرينج ورح يستمر لصباح يوم الأربعاء يعني للساعة خمسة وثمانية وأربعين دقيقة صباحا هذا بيعني أنه الفترة المذكورة لا تصلح للبدء بأي عمل جديد أو مهم مثل توقيع عقد أو خطوبة أو زواج أو شراء شيء ثمين بل إكمال العمل اللي بدأنا فيه قبل خلو المسار في ملاحظة بعض الأسئلة اللي بتجينا لما منحكي عن الأعضاء الأكثر حساسية واللي لازم نوفرلها العناية الإضافية طبعا كل برج له أعضاء معينة بيتحكم فيها فهي الأعضاء لما القمر بوصل لهذا البرج هاي الأعضاء بتصير أكثر حساسية وممكن نشعر ببعض التعب فيها ولا ينصح لإجراء أي عملية جراحية لهاي الأعضاء فالأعضاء اللي الآن هي أكثر حساسية طبعا لأنه القمر في الجوزاء فهم الكتفين والذراعين واليدين والجهاز التنفسي أنا بيب الشعب الهوائية والرئاء والمواصلات والوصلات العصبية للمهارات الاستشعار اللي هو الجهاز العصبي وبرضو الشعيرات الدموية اللي هو نظام التبادل فهي أكثر حساسية اللي اليوم لازم ننتبه لها بشكل جيد بالنسبة لهذا اليوم يوصى بإجراء العمليات الجراحية ما في أي مشاكل غير مناسب ما زالت الأجواء غير مناسبة لعمليات التجميل الجراحية ولكن جيدة للحقن والأمور التجميلية ورغم أني أنا ما بشجع عليها كثير لأنه عطارد بما أنه لسه بيتراجع فممكن يصير بعض الأخطاء فلو تأجيلها لبعد انتهاء تراجع عطارد بيكون أفضل بالنسبة لهذا اليوم لا يصلح لإزالة الشعر الزائد ولكن يصلح لقص الشعر التجميلي والصبغ ويصلح للقص العلاجي بالنسبة للقمر بما أنه موجود في برج الجوزاء حكينا عن قلو المسار ذكرناها في ذكرناها للزوايا أما بالنسبة لعمر القمر عمر القمر الهلال عمره يوم في تمام الساعة 22.9 دقائق صباحا بيصبح يومين نسبة الإضاءة بتصير 5% أما بالنسبة لمزاج الكواكب وطباع الكواكب لهذا اليوم الشمس في الجوزاء حتى يوم 21.6 هي الآن سعيدة بنسبة 85% ولكن مع ساعات الصباح بتتناقص نسبة السعادة لغاية 30% وهيك بتكمل لآخر اليوم القمر في الجوزاء حتى يوم 1.6 طبعا هو الآن سعيد بنسبة 15% ولكن بساعات مساء يوم الثلاثاء بصير منتحس بنسبة 10% عطارد في الثور بيتراجع حتى يوم 3.6 طبعا هو الآن منتحس بنسبة 25% ولكن اليوم في ساعات المساء المتأخر يعني ما بعد المغرب راح تزيد نسبة النحوسها يتوصل لـ 60% الزهرة في الثور حتى يوم 23.6 هي سعيدة بنسبة 15% المريق في الحمل حتى يوم 5.7 سعيد بنسبة 15% المشتري في الحمل حتى يوم 28.7 سعيد بنسبة 25% زحل في الدلو حتى يوم 4.6 سعيد بنسبة 15% أورانوس في الثورة حتى يوم 24.8 سعيد بنسبة 15% أما نبتون في الحود حتى يوم 28.6 سعيد بنسبة 15% بلوتوف الجدي بيتراجع حتى يوم 18 منتحس بنسبة 15% وصلنا للتوقعات اليومية برج الحمل بالنسبة لما وليد برج الحمل طبعا اليوم النشاط أعلى من يوم أمس بالتنقلات والاتصالات والسفريات والحوارات والنقاشات والإقناع وبطالعك فترة حافلة بالواجبات والمسؤوليات على أنواعها أهم شيء أنه اليوم أنت ما تتهرب من المسؤولياتك ممكن يتغير الوضع لصالحك شرط التحلي بالليونة والدبلوماسية في التفاوض امسك أعصابك ما في داعي للإنفعالات وبرضو اليوم رح تكثر عندك الزيارات والتنقلات ورح يكون في نوع من أنواع التعامل ما بينك وبين أحد الإخوة أو بعض الجيران برج الثورة بالنسبة لموليد برج الثورة طبعا القمر ما زال موجود في بيت المال فعشان هيك التركيز كله رح يكون على ضبط الميزانية والأرباح المكاسب اللي بتيجي من عمل إضافي أو بعض الفواتير اللي بتحاول أنك تسددها أو ترتبها أهم شيء أنه خلال هذا اليوم تتجنبوا النفقات اللي ما إلها داعي ممكن تقلقوا بشأن مصاريف لتصليحات أو لاستحقاقات مالية أهم شيء برضو تتجنبوا نزوات التسوق اللي مع الها داعي حذروا من تهديد الاستقرار المالي بالتقلبات اللي ممكن تصير وخصوصا في ساعات المساء تنشغلوا اليوم بمسائل مالية متنوعة برج الجوزة بالنسبة لموليد برج الجوزة طبعا الطاقة عندكم عالية جدا اليوم وعندكم قدرة عالية جدا على مواجهة جميع مشاغلكم وإنجاز الكثير منها برضو للتواصل العاطفي هذا يوم ممتاز ممكن اليوم تلمس انفراج وترتفع معنوياتك بشكل ملحوظ وبرضو في بعض مؤوليد برج الجوزة رح يواجه الواقع بمنطق وعزيمة ورح تتلقوا جواب في هاي الفترة وتتوضح لك بعض الأمور يعني أنا بتوقع أن اليوم يكون في عندك لقاء أو مرحلة جديدة رح تبدأ فيها برج السرطن بالنسبة لمواليد برج السرطن طبعا ما زال وضع ضاغط عليكم لليوم الثاني على التوالي ورح يستمر الضغط هذا لصباح يوم الأربعاء لحد ما القمر يوصل لعنكم فعشان هيك من الآن لغاية هذا الوقت بكو تضعوا سلم الأولويات للعمل الضروري والعاجل تنتبهوا أكثر لغذائكم وراحتكم ابتعدوا عن الأجواء الصاخبة والمشحونة بالإنفعالات والعصبية حاول أنك تأخذ قصة من الراحة ممكن اليوم تعيش لحظات شوية تلاقي الاكتئاب سيطر عليك أو الغضب أو تقلب من المزاج فبدك تحاذر من الفشل والالتباسات والتراجع الصحي برج الأسد بالنسبة لموليد برج الأسد طبعا أول شيء لازم تحاول اليوم تنجز كل الأعمال المهمة والضرورية قبل يوم الغد لأن القمر رح يوصل لبيت متعبك واليوم حافل بالنشاطات الاجتماعية عندك نشاط اجتماعي واتصالات وحوارات ومناسبات وممكن تلتقي بعض الأصدقاء وممكن تلتقي بعض الأصدقاء هذه فترة مناسبة لطلب الاستشارة أو لتأييد أحدهم حاول أنك تنجز كل أعمالك بشكل كامل دون ما تلجأ للمخادعة ممكن تلجأ لواسطة أو تدخل أحدهم لمساعدتك حاول تستشير أهل الإختصاص بتطمئن مخاوفك وبتفرح لحملة ممكن تكون هاي حملة تأييد أو دعم لقضيتك أهم شيء أنك ما تستسلم وحاول أنك تتفاعل بالخير برج العذراء حافظوا على سمعتكم وعلى إنجازاتكم القائمة في مجال العمل وحاولوا أنك تقدموا أفضل ما عندكم لأن الأجواء شوي ممكن تكرمك أو تكون مناسبة لإلك أو تحرز تقدم اليوم إذا التزمت بالأمور اللي هي السوية يعني بمعنى آخر بدون مخالفة قوانين ولا مجازفات ولا دخول بصراع ما بينك وبين المسؤولين عنك في العمل فمعناته الأجواء بتصير لصالحك بدك تكون على قدر المسؤولية وحاول أنك ما تتردد بطلب رأي أو مساعدة أحدهم بدك تخلي خجلك هيكيت تدعو جانبا وتعبر عن آراءك بثقة وجراءة وتتجنب الكلام القارص برج الميزان بالنسبة لموليد برج الميزان ما زالت الأجواء داعم لإلك بقوة على مستوى الامتحانات أو المقابلات أو حتى السفريات والاتصالات والتعامل مع الأجانب هذا يوم ممتاز بشكل جدا رائع فهي فترة حافلة بالنشاطات وحاول أنك تبحث عن الحلول اللي بترضي الآخرين ممكن تضطر للتراجع عن موقف ما اليوم رح تكثر عندك الانشغالات الإدارية فعشان هيك برضو بدك تنتبه لبعض التقلبات الصحية اللي ممكن تصير أو التراجعات الصحية اللي بتيجي بشكل مفاجئ برج العقرب طبعا القمر ما زال موجود في البيت الثامن فعشان هيك بتكون تحاولوا أنك تركزوا على الأمور المالية المشتركة بشكل أكبر اليوم الفرص أكثر للمكاسب المالية اللي بتيجي من باب الشراكة الشراكة المالية العاطفية البنك ضريبة تأمين قرب يعني هاي الأمور ممتازة ما في داعي أنك تداين حد فلوس في هذا اليوم أو تكفى الحد لأنه مش لصالحك حاول أنك تسارع لترتيب أوراقك ملفاتك ممكن تحتاج لخبرة أحدهم لإنقاذك من مرطة أهم شيء أنك ما تبقى وحيد وما تتقوقع على نفسك شارك في كل النشاطات وبادر لتصحيح الأخطاء برج القوس بالنسبة لما أوليد برج القوس طبعا اليوم التركيز ما زال على مستوى الشراكة المالية والعاطفية وعلاقتكم مع الأزواج أو شركائكم بالعمل لأنه القمر مقابلكم تماما وهذه فترة شوي ممكن يكون فيها بعض الثقل أو بعض الهموم والمسؤوليات لأنه زي ما حكينا القمر لما بيكون مقابلك بيسحب من طاقتك فبتعيش لحظات صعبة ومحرجة وبتعاكسك الظروف وممكن اليوم تظهر بعض المعاكسات اللي شوي ممكن تكون زيادة بتعتبر هاي الفترة ضاغطة أهمش أنك ما تخالف القوانين وما تكون ساخر من الأطراف الأخرى برج الجديد بالنسبة لموليد برج الجدي طبعا التركيز ما زال على العمل وعلى الصحة فبتكونوا تواصلوا اليوم جميع أعمالكم اللي بدأتوا فيها بالأيام السابقة وتنتبهوا لصحتكم بشكل جيد حاضروا من التراجع الصحي وبعض التقلبات الصحية اللي ممكن تيجي بشكل مفاجئ باكروا لعملكم وحاول إنك تترك مساحة للغير للتحرك ما تقيد حد اليوم وخصوصا زملائك بالعمل وما تحاول تتحكم فيهم باستطاعتك حسم الأمور لصالحك واتخاذ قرارات جريئة إذا كنت مستعد لذلك برج الدلو بالنسبة لموليد برج الدلو طبعا الحظ ما زال حليفك في هاي الأيام وما بيتخلى الحظ عنكم لا عاطفيا ولا ماليا واليوم رح تكثر عنكم التنقلات والزيارات والاتصالات وبتتحسن الأجواء نسبيا ممكن اليوم تعيش فرحة ونجاح ولكن ممكن تضطر لمساعدة أحد الأولاد أو الأحباء بمسألة ما ممكن تكون صحية أو مساعدة في أمر حياتي بفاجأك أحدهم بالوقوف لجانبك حاول إنك تكون شاكر لإلو وما تنسى رد الجميل إلا أجواء جيدة وممتازة فعشان هيك حاول إنك تستغلها برج الحوت بالنسبة لما وليد برج الحوت ما زالت الأجواء بتركز على الأمور البيتية والعائلية فعشان هيك رح تنشغلوا بهاي المسائل خلال هذا اليوم وممكن اليوم يعني تخصص وقت زيادة أو مهم لعائلتك ولشؤونك الخاصة أهم مش إنك ما تتسرع في الحكم على الأمور والأشخاص ممكن تعاني من سوء تفاهم أو شك أو وسواس أو خلاف بسيط إلو علاقة بأحد أفراد العائلة بعض موليد برج الحوت ممكن يهتموا بتصليحات أو ترميمات أو مشتريات إلها علاقة بالبيت أو تصليح بعض الأعطال الأجواء تقريبا مستقرة اليوم ولكن بدك تحاذر في ساعات المساء لأنه ممكن تحتدم الأمور شوي هيك من كون انتهينا من توقعاتنا لهذا اليوم والله أعلم يا رضى الله ورضى الوالدين سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك أترككم في رعاية الله وحفظه إلى اللقاء ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر اشتركوا في القناة